هناك من يحاول أن يسكب نيران يشعي النيران ويسكب على هذه النيران زيودة الفتنة حالت من النشطاء المأجورين اللي مسامين نفسهم أقباط المهجر على رأسهم مجد خليل وجورج جيرجس هم دول اللي تواصلوا مع الست نواب في الكونجرس الأمريكي تواصلوا معهم وقال حاجة غريبة جدا في الأسبوع الماضي شارك جورج جيرجس في جلسة للكونجرس الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبيقول أنه قدم مجموعة من البيانات والمعلومات قال مجد جيرجس جورج جيرجس أنه حاصل عليها من مين؟ من ناشط مصري مين؟ ناشط مصري اسمه بهيد دين حسن يبقى بهيد دين حسن الهارب في فرنسا رئيس أحد دكاكين حقوق الإنسان مول ومنح وأعطى ومد جورج جيرجس ونجد خليل ببيانات مغلوطة ومختلقة عن حالة حقوق الإنسان في مصر وطبعاً التركيز على الأقباط ما هو بهيد دين حسن؟ عنده دكان واحد عايز تقرير ضد الأقباط بيديله واحد عايز تقرير مع الأقباط بيديله واحد عايز تقرير عن الختان بيديله واحد عايز تقرير عن المرأة بيديله ما هو شغال بالقطعة وشغال بالأجر إذن أقباط المهجر على رأسهم مجد خليل يعني مجد خليل منذ قليل كانت صرته وهو على قناة الجزيرة دائما ضيف دائما على قناة الجزيرة ضيف دائما على قناة الجزيرة التي لا ترجو إلا كل شر لمصر لا ترجو الخير لبلدنا ولا ولوطننا ولا شعبنا عندما يلجأ أحد من يسمون أنفسهم بنشطاء الأقباط أو أقباط المهجر فبالتالي يجب أن نتيقن أن هناك مخطط وهناك نهايات طرفية وهناك ارتباط وثيق وارتباط واضح بين مجد خليل بين جورج جيرجس بين بهيد دين حسن بين أعضاء في الكونجرس بين من ينفق على كل هؤلاء في قطر علاقة كل هؤلاء بقناة الجزيرة أدي مجد خليل دا جورج جيرجس أدي شخصيات شخصيات مصرية للأسف وأدي مجد خليل اسمعوا يعني اللي عايز يستمع إلى مجد خليل وما تقطره من كلمات مسمومة ضد الدولة المصرية هو لا يمثل الأقباط لا يمثل الأقباط لا من قريب ولا من بعيد والأقباط لا يحتاجون من يمثلهم لأن هذا مخالف للقانون والدستور مفيش حاجة اسمها قبطي واحد بيمثله مفيش حد أنا مين يمثلني أنا لا أمثل إلا نفسي والدولة المصرية لها ممثل سواء البرلمان أو رئيس الدولة المصرية والقانون يسود وهو السيد فوق الجميع وأكرر وأقول أنا لا أزايد على أحد ولا أحاول أن أبيع الوهم للآخرين وهل هناك مشاكل للأقباط في مصر؟ هناك مشاكل للأقباط في مصر وهناك مشاكل للمسلمين في مصر وهناك مشاكل لحتى اللادنين في مصر زي ما هناك مشاكل لهذه الفئات في أمريكا وفي أوروبا وفي بريطانيا وفي كل مكان الشعب المصري بأقباطه قبل مسلميه بيرفض تماما أي محاولة للتدخل في شأن الداخل المصري ما فيش حاجة اسمها عندي أقليات مصر لا تعرف أقليات وهذا إهانة من يظن أنه يدافع الأقباط هو يهين الأقباط إحنا جايين في وقت وقت محدد ومدروس ومخطط قبل الأعيال في هذه التوقيتات شعب المصري شعب غريب شعب عجيب شعب كتالوجه محدش يقدر يفكه طلاصمه ورموزه محدش يقدر يفكه لأنه أي حد يحاول يتدخل ما هو يتدخل ونجحوا في العراق فتتوها العراق خربوها العراق راحوا سوريا خربوها ما بين علويين وما بين دروس ما بين ما بين بقى خلاص طلع من تحت السطح يعني نحل وملل ما كنا نسمع عنها أيزديين وعلويين وكل الملل والنحل ما كنا نسمع عن هذا حاولوا يعملوا كنات مصر مسيحيين ومسلمين أعوذوا بالله معاذ الله ما ديش حاجة اسمها مسيحيين ومسلمين ما ديش حاجة اسمها أقباط ما ديش حاجة اسمها أقليات قال لك لا ده إخوان وسلفيين لا ده جهد ومش عرف إيه في الآخر لا ده الصوفية لا أنا بقول لكل هؤلاء المحاولين وكل هذه المحاولات بائسة 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 فاشلة 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 مصر دولة عصية على التفتت زي ما قلت مبارح وخاصة التفتت المجتمعي لا يمكن لا يمكن أنا ما عنديش حتة كده ياسبها ده حي المسيحيين ولا ده حي المسلمين البيت الواحد عندي فصل مش البيت الواحد ده الشقة الواحدة فيها مسيح ومسلم متجوزين الناس مش فاهمين الناس مش عارفين اللي بره ماهوش عارف إحنا هنا عارفين بس المشكلتنا مش عارفين نوصل صوتنا لبره